سمح أنا ودي بس أول نقطة وأنا أتكلم قبل شوية ذكرت الموضوع عن الفائدة والمفعول ترى البعض قد يثير جانب أنه هل اللقاحات اليوم طيب هذا 9 مليار جرأة أعطية حول العالم وهذا إصابات موجودة وين الأثر للقاحات؟ الأثر للقاحات بأنه لو لم تكن اللقاحات تحمي وهذه المليون و 200 ألف اللي شفناها مصابين بربع العدد هذا في بداية الجائحة بربع العدد هذا في بداية الجائحة قبل وجود اللقاحات إيش صار في العنايات المركزة في دول العالم؟ و وين كان منظر الحالات؟ ما كان في الشوارع و ما كان في الحدائق و ما كان الناس تموت و ما هي قادرة توصل للمستشفيات اليوم الحمد لله مناظر هذه ما هي موجودة رغم أنه لأعداد أربعة أضعاف و هذا يدل على أنها تحمل من المرض الشديد سمح لي أخذ فاصل و أكمل هذا فاصل أخير في هذه الحلقة و قبل الفاصل مما ذكره الدكتور محمد العبد العالي إن نتائج إنتاج اللقاح أخذت فترة زمنية أقل بناء على تسارع التقنية لكن في كل الأحوال الأخلاق العلمية للقاحات ظلت و ما زالت و ستبقى